يحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حشد حزبه خلف تطلعاته للخروج من الاتحاد الأوروبي مع أو بدون صفقة لكن مسعاه يواجه عقبات ليس أقلها ما يسميه فعل الاستسلام أو القانون الذي أقره البرلمان لإجبار رئيس الوزراء على طلب تأجيل بريكزيت إذا لم يؤمن صفقة مع بروكسل بحلول السابع عشر أو الثامن عشر من أكتوبر في المقابل يصر جونسون على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع نهاية أكتوبر سواء توصل إلى اتفاق أم لا لقد تعهدت بقيادة الحزب وبلدي في وقت صعب وسأواصل القيام بذلك جونسون رفض شرح خطته للتحايل على القانون البرلماني الأخير والوفاء بوعده حول بريكزيت ما زاد من عدم اليقين بشأن أكبر تحول في السياسة التجارية البريطانية خلال أكثر من أربعين عاما رئيس الوزراء انتقد أيضا الضغوط على بلاده للالتزام ببنود يمليها الاتحاد الأوروبي من دون أخذ رأي بلاده فيها لن نسمح تحت أي ظرف من الظروف للمملكة المتحدة أن تكون مقيدة في الاقتراح الحالي تحت بنود تبقين في هيكل التعرفة الأوروبية والاتحاد الجمهوركي وسوق واحدة مع عدم وجود رأي لنا فيها نواب المعارضة انتقدوا بشدة إشارة جونسون إلى قانون الاستسلام قائلين أن لغته تثير المزيد من الاستقطاب في بلد ظل منقسما منذ استفتاء 2016 ويعقد المحافظون لبريطاريون مؤتمرهم السنوي في مانشستر والذي يشكل فرصة ذهبية لجونسون قبل بدء حملته الانتخابية وإنهاء حالة الفوضى السياسية في البلاد ماهر النبواني العربية